أزمة يعيشها الجيش في تعز عنوانها سيطرة على مربعات المناطق المحررة داخل المدينة وخارجها فيما لم يتم استكمال تحرير المحافظة ولا تزال المدينة تمطر بقضائف ميليشيا الحوثي بين الحين والآخر الانقسام السياسي انسحب إلى مربعات الجيش وخلق انقساما بين رفقاء السلاح وتحذيرات من مغبة تورط المؤسسة العسكرية الناشئة في الصراع الحزبي والسياسي انتشرت اليوم صور للقاء جمع قائد اللواء الخامس والثلاثين مدرع عدنان الحمادي بقائد اللواء 17 عبد الرحمن الشمساني في أجواء ودية ينتظر أبناء تعز أن تسفر عن إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية وفق أهدافها المعلنة وهي استكمال تحرير المحافظة وحمايتها لتعز قصة أخرى لا تزال رهن الغموض فمواقف التحالف والشرعية منها محاطة بكثير من علامات الاستفهام أربع سنوات منذ تدخل التحالف في اليمن وتعز معلقة بين النصر والهزيمة الأمر الذي خلف جيشا ضعيفا يبحث عن ذخيرة ويتابع بعد رواتب جنوده وتم إشغاله بقضايا لوجستية واستقطابات سياسية محلية وإقليمية فيما صار أبعد ما يكون عن مهمته المتمثلة باستكمال تحرير المدينة من الانقلابيين وتأمين المحافظة الرئيس هادي ونائبه وكيادة وزارة الدفاع يقفون خارج المعادلة في تعز يتدخلون شكليا عندما تتوتر الأمور ثم تعود الأمور لكونها معلقة دون حل ومرشحة للتوتر مرة أخرى مع اشتعال جبهات عسكرية في الحديدة ودمت وصعدها قبل أيام طالب ناشطون في تعز قادة الجيش والمحافظة بأن يبادروا لاتخاذ قرار تخليص المحافظة من شبح الانقلابيين ولو خلافا لما تريده الرياض وأبو ظبي لتعز حيث وصل الوضع الإنساني لأسوأ صوره وما زالت المحافظة مخنوقة منذ أربع سنوات لم يسمح لها بتنفس السعداء لا من الأعداء أمامها ولا من الأصدقاء خلفها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر